أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملغت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم معراء ذلكم أن تبدهوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن جرى النفيضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طالا أن ينفح المحصنات المؤمنات فمما ملغت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذ ذهرهن وآتوهن وجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخزات أخبار فإذا أحصن فإن أتينا بباحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم السنن الذين من قبلكم يتوب عليكم الله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشغوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ومعلكوا بينكم بالباطل إلا أن تقول تجارة عن طراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يسعل ذلك عدوانا وظلما قرسا ورشله نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء علينا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من مالهم فالصالحات قارتات حادثات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشودهن فاعزوهن نهجلوهن في المضجع يضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليًا كبيرا وإن من وإن خفتم شقاق بينهن فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إشلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيرا واعبدوا الله وقبل هذا الشيء به شيئاً وبالوالدين حسناً وبذن القربة واليتامى والمساكين والجادة القربة والجاد الجنوب الصاحب والجاب ابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا الذين يبخلون أمرنا الناس بالبخل يبطمون ما آتاهم الله من فضله وأعددنا للكافرين عذاباً مهيناً والذين ينفقون ما لهم دئاء الناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قديناً فساء قديناً وماذا عليهم لو آمنوا بالله فاليوم الآخر يعنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليناً إن الله لا يظلم مثقال ذراه وإن يمتك حسنة إن يضاعف يؤدي من لدنه أجراً عظيماً فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيدين وجئنا بك على هؤلاء شهيداً يومئذ يود الذين كفروا وعشروا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكروا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوباً لا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضاء أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائت لا مستموا النساء أو لا مستموا النساء فلم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم أيديكم إن الله كان عفواً غفوراً ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب اشترون الضلالة يريدون أن تضل السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً من الذين هادوا يحرفون القلبة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير نسمع وراعينا لياً بألسنتهم وطعناً في الدين ولو أنهم قولوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم أقوم ولكن لعنهم الله بكفهم فلا يؤمنون إلا قليلاً يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنون لا نزلنا مصدقاً لنا معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبالها أولى لعنهم كما لعننا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً أَلَمْ تَرَ إِذَا الَّذِينَ ازَّكُّونَ أَنْفَسَهُمْ فَلِلَّهُ زَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا أَجْلَمُونَ فَتِيلًا وانظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثماً مبيناً أَلَمْ تَرَ إِذَا الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْطَاغُوتِ يَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَئِ أَهْدَا مِنَ الَّذِينَ أَمُنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَنَتَدِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبُوا مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ الْنَاسَ لَقِيرًا أَمْ يَحْشِدُونَ الْنَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمُ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ أَمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنِهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَا سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفْرُوا بِآيَاتِ نَاسَ وَنَصْلِيهِمْ نَعْرًا كُلَّمَا نَغْلِتْ جُلُودُهُمْ مَدًّا لَهُمْ جُلُودًا غَيْرُهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَةِ يَسْتَرْدُقُ لَهُمْ جَنَّةٍ بَدْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارُ خَالْدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًا ظَلِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَمْ تُؤَدُّوا لَمَانَاتِ لَأَهْلِكَ وَإِذَا حَكَمْتُمْ إِلَى النَّاسَ يَبْدَحْكُمْ وَبِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نَعِيمًا يَعِيْكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعَ اللَّهَ فَأَطِيعَ الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْدِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا لَلَّهِ الرَّسُولِ إِنْكُمْ تُمْدُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِذَا الَّذِينَ يَزْغَمُوا لَأَنَّهُمْ أَعْمَنُوا بِمَا أُنزِلْ إِلِيكَ مَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ يَتَحَاكَمُوا لَبْطَابُوا يَعْقَبُرُوا بِهِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَإِرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَانًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَرَ اللَّهِ لِلَرَّسُّلُ لَأَيْدَى الْمُنَافِقِينَ سُدُّونَ عَنْكَ صُرُودًا فكيف إذا صارتهم مصيبة مما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا ومتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعزهم وقل لهم في أنفس قودا مليغا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ الرَّسُولِ إِلَّا لِيُطْرَى بِيَذْلَّهِ وَلَوَا أَنْكُمِ الظَّلَمُوا وَأَنْكُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغَفَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغَفَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغَفَرُوا لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما الشجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أو يسلموا تسليما ولو أن ما كذبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعزون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله الرسول فأولئك مع الذي منعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين منوخذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن صابتكم مصيبة قال قد نعم الله علي إذ لمكن معهم شهيدا ولئن صابكم فضلهم من الله لا يقول أنك ألا لم تكن بينك وبينه معدته يا ليتني كنت معهم فأبوز فوزا عظيما فلنقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقدل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين من يقاتلون في سبيل الله والذين كفر يقاتلون في سبيل الطابوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا ويداكم يقيموا الصلاة دعوذ الزكاة فلما قطب عليهم القدع لذا فريق منهم أخشانا أننا خشت الله وشد خشيا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى ذل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة تخذوا لمن التقوى ولا تظلمون فطيلا أينما تكونوا يبركم الموت ولا كنتم في برود مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يتعي الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيرا ويقولون طاعا فإذا برز من عندك بيت طاعثة منهم بيت طاعثة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءكم أمرهم من الأمن ذو الخوف يذعوا به ولو ردوه للرسول إذا يبدوا منهم لعلمه الذين استمتوا له منهم ولو ذا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلفوا لا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله فإنك فبأسا الذين كفروا الله شد بأسا وعشد تنكلا من يشبع شفاعة حسرة يغله نصيبه منها ومن يشبع شفاعة سيئة يغله وكسله منها وكان الله على كل شيء وقيتا وإذا عيتم بتحيتين فحيوا بأحسر منها وردها إن الله كان على كل شيء حسبا الله لا إله الله لا يجبع أنكم لا يوم القيامة العريبة فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين الله أركسهم لما كسبوا أتريدون أن تهدوا من نظر الله ومن يضل الله فلا يمتجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتقولون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلوا ذلك من بينكم وبينهم نيساق أوجائكم حسر الصدور ومن يقاتلوا ومن يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم فإن يعتزلوكم فلم يقاتلوكم ألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم يأمنوا قومهم كلما يردوا إلى الفتنة تغبسوا فيها فإن لم يعتزلوكم يلقوا إليكم السلام يقفوا ويداهم فخذوا وقتلوهم حيث قفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن الله خطأ وما قتل مؤمن الخطأ فتحديد رقبة المؤمنة وذيتهم مسلمة للا أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لك وهو مؤمن فتحديد رقبة المؤمنة وإن كان من قوم بينك وبينهم ميثاقهم فتحديدهم السلامة للا أهله وتحديد رقبة المؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنان متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعد له عذاب عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة للدنيا فعند الله مظالم غثيرا كذلك كنتم من قبل فما أن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستب القاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي آمن يفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كل ما مستدعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله وسعتا فتهاجر فيها فأولئك رأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والذلان لا يستطيعون حيلتان ولا يحددون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يخاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغمان كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا لله رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أدره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا أضربتم في الأرض فليس عليكم جباحا أنت قصروا من الصلاة إن خفتم من يفتلكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم مع كل أخذوا أصلحتهم فإذا سجدوا فلكونوا من ورائكم وإذا أتضايفة الخرارة من الصلاة فليسلوا معكم وللأخذوا حذركم أسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيمهد عليكم ميلة موحدة ولا هدنا حديث من كان بكم أجنم أطرنا وكمتم مرضى أن تضعوا أسلحتهم وخذوا حذركم إن الله عدى الكافرين حزابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وعلى جنوبكم فإذا أطمئنا أنتم فاقموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهدوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون وإن ألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجعون وقال الله عليهم الحكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما راك الله ولا تكن للخائلين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تدادن عن الذين اقتلون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا ثم يستغفر من الناس لا يستغفر من الله ورعهم إذ يبيتون ما لا يرضوا من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادر الله عنكم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم نستغفر الله هجد الله غفورا رحيما ومن يكسبه فيضع يكسبه اسمان فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يغلبه بريئا فقد احتمل بهدانا وإثما مبينا ولولا فالله عليك ورحمته لهم الطائفة منه من يضلك وما يضل لله وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب الحق قد علمك لا لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجوه بالله من أمر بالصدقة أو معروف أو إشلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوى نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت نصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دنيه إلا إناثا وإن يدعون الله سيطانا مريدا لعنه الله وقال لا أتخذ أن من عبادك نصيبا مفروضا ولو ظل أنه ولو بني أنه ولأمر أنه فليبتكن آذان الأنعام ولأمر أنه فليغير أن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسره خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان لا غرورا أولئك رأواكم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا من الصالحة أدسر دخلهم جنات تجريم تحت لنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قينا ليس بأمانيكم ولا أماني هذا الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله لي ولا نصيرا ومن يعمل صالحة أمن أمن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو مفاوه مؤمن فأولئك تدخلون الجنة والعجل المون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات ما في العود وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك بالنساء ولله افتيكم فيهن ويطلع عليهم في الكتاب في يتم المساء وإلا تأتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا للا تاما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به علينا وإن امرأة خافت لهم معلها نشوزا ويعرضا فلا جناح ليهما أن يسلحا بينهما سلحا والسلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسن وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستهم فلا تبينوا كل المين وتذروها كالمعلقة وإن تسلحوا وتتقوا فإن الله كان وصورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوة ما في الأرض ولقد وصينا الذين وطل الكتاب من قبلكم وإياكم نتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوة ما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوة ما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأده بك وإيخان الناس ويأتي بآخرين وكان الله أدا ذلك قديرا ما كان يديد سواب الدنيا فعند الله سواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُونَ قَوَّمِينَ بِالْقِسْتِ شُهَدَانِ اللَّهِ وَلَوَعَلَى أَنْفُسِكُمْ هَذِي الْوَالِدِينَ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَلِيًّا وَسَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْبُوا وَتُعْدُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ جِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْسَلَ مِنْ قَبْلِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَاكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ الرَّابِ الْآخِرِ فَقَيْطَ الَّضَلَىٰ لَا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَعْتُوا كُفْرًا لَكَبْدِ اللَّهُ لَيَغْفِرُ لَكُمْ وَلَا لِيَهَدِيَكُمْ سَبِيلًا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ وَلَكُمْ عَزَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ اتَّخِذُوا لَا الْكَافِرِينَ وَلْيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ نزل عليكم في الكتاب إن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم ذا نثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصوا بكم فإن كان لكم فتحوا من الله قالوا ولم نكن معكم وإن كان من الكافرين نصيب قالوا ولم نستحفز عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم نوم القيامة ولئن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا رسالا يراؤون الناس لا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تدعوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرق الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا أصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فولاك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم وكان الله شاكرا علينا صدق الله العظيم اشتركوا في القناة